اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موكب التشيع الذي انطلق من امام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وصولا الى قرية المغير مسقط رأس الشهيد شهد حضورا جماهريا فاعلا من ابناء شعبنا للمشاركة في مراسم التشيع والوداع فبعد اداء صلاة الجنازة على روحه الطاهرة توجه الموكب الى منزل العائلة لالقاء ذويه نظرة الوداع الاخيرة عليه قبل مواراة جثمانه الثرى ليتوسد رخام الارض ويتلحف بترابها بعد ما زرع خل الزيتونة وخطها على جنب بقول يا ابا سامحني بتقول لصاحب الارض ان هذه الزيتونة الي بقول ليش كان هاي صار مستشهد اربع شهده وانا ان شاء الله اليوم الخامس وهذه الزيتونة مبشرة بتزرعها على كبري فانا فعلا هاي الزيتونة شماها موجودة صاحب الارض دشرها على جنب بنقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللي ابني كان مشروع شهادة المشيعون صدحت حناجرهم بصوت مدون تنديدا بجريمة الاحتلال التي اصفرت عن استشهاد شاب في ريعان العمر اضاف جرحا جديدا لعائلة تتلوع على غياب اثنين من ابنائها يقبعون خلف قطبان الاحتلال حرمهمها الاحتلال من القاء نظرة الوداع الاخيرة على شقيقهما الشهيد وطبعي قبلة الوداع على جبينه ودعوا ابناء شعبنا الشهيد رائد النعسان الى مثواه الاخير وسط حالة من الحزن والاساء ولسان حالهم يقول نم قرير العين فستبقى الشاهد الشهيد على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد ابناء شعبنا الاعزل من قرية المغير شرق مدينة رامالله خالد مطاوع تلفزيون فلسطين